على مدى 19 عاما في هذا العمل رأى ديفيس المعركة الروحية بين الخير والشر في تطبيق القانون الاتحادي أنت تتعامل مع أشخاص أشرار عن قصد فهم سلالة مختلفة كليا حين تتعامل مع أشخاص أشرار عن قصد يجب أن تكون روحيا بشكل متعمد بحيث تجد أسليب لمنع الشر لأن الشر ليس كلمات فقط ولكنه هدام للمساعدة في التغلب على هذا الشر لدى مكتب التحقيق الفيدرالي 130 خادم إنجيل هم جزء من فريق متطوع يتدخل في الأزمات لتقديم العلاج الروحي للعملاء الذين يعملون في أماكن يوجد فيها الكثير من الضحايا كما حصل العام الماضي في لاس فيغاس نتحدث مع الأشخاص ونساعدهم على قول ما يرغبون التعبير عنه ونصلي معهم إذا رغبوا في ذلك ونلتقي بهم حيثهم هذا ما فعله المسيح فهو التقى بنا حيث نحن وصار مثلنا في كل شيء ما عدى الخطية ديفيس تحدث عن التوازن الروحي FBI أضافت خدام إنجيل إلى موظفيها عام 1991 بعد مشاركة عدد منهم في عمليات إطلاق نار وطلبهم معالجة تتجاوز النطاق العقلي اشتركوا في القناة